السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكثير يخلط بين البيتموس والكمبوست وخاصة المبتدئين في عالم الزراعة المنزلية لذلك سأشرح لكم في هذا الفيديو القصير الفرق بينهما هذا بيتموس وهذا كومبوست البيتموس تربة زراعية والكمبوست سماد البيتموس يعرف في المشرق العربي بالبيتموس في حين يعرف في المغرب العربي بالتيرو وهو تربة يمكننا الزراعة فيها مثل التربة الطينية أو الرملية نباتات الزينة الداخلية أغلبها حساسة لذلك لا ينفع أن نزرعها في تربة طينية لذلك نستعمل البيتموس مخلوط مع نوع آخر من التربة سواء الرملية أو بيرلايت وأيضا يمكننا خلطه مع الكمبوست والذي ذكرنا أنه سماد بالمناسبة هذا هو البيرلايت وسبق أن شرحناه بالتفصيل في فيديو السابق إذن أصدقائي لا تزرعوا نباتاتكم الداخلية في تربة طينية لأن جذورها الحساسة لن تستطيع النمو لسماكة وقلة نفادية التربة الطينية في حين أن المسامية الكبيرة للبيتموس وقدرته على امتصاص الماء وتخزينه بالإضافة لخفة وزنه يجعل منه بيئة مثالية للزراعة ووسط جد مناسب لزراعة النباتات الداخلية البيتموس يباع في المشاتل وفي محلات بيع البدور ومستلزمات الحضائق ويوجد أيضا في جناح الحضائق في الواجهات التجارية الكبرى أما الكومبوس فهو سماد يمد النبات بالمواد المغدية اللازمة لنموه بكل سهولة هو ناتج عن تحلل مخلفات عضوية نباتية أو حيوانية تتذكرون عندما أخذنا بواقي الخضروات والفواكه وأوراق الأشجار وصنعنا منها السماد فهذا يسمى سماد نباتي وهو الذي تشاهد من هذه الصور أما الحيواني فهو ناتج عن مخلفات المواشي والطيور ويسمى السماد البلدي أو الغبار في منطقة المغرب يعني أن السماد مادة مثالية لتحسين خواص التربة وفي نفس الوقت يمد النبات بالعناصر المهمة للنمو هنا الكومبوس أصدقائي غير كامل التحلل لذلك تلاحظون وجود أجزاء كبيرة من المكونات التي استعملنا وبعد التحلل التام سيصبح ناعم أكثر وسيصبح لونه رمادي غامق إذن وبكل اختصار البيتموس تربة زراعية خفيفة صديقة للبيئة مناسبة للزراعة المنزلية بعد خلطها بنوع آخر من التربة كالرمل أو البرلايت أو التربة الطينية أما الكومبوس فهو سماد شبيه شكلا بالبيئة مصب يحسن خواص التربة عند خلطه بها يمكنك شراءه أو صنعه بنفسك فإذا كنت ترغب صديقي المشاهد في مشاهدة طريقة صناعة الكومبوس النباتي في البيت سأترك لكم أسفل هذا الفيديو رابط فيديو سميناه عمل كومبوس بدون روائح كريهة وبدون ديدان ولا حشرات ستجدون أيضا معه أصدقائي رابط آخر لفيديو البرلايت والذي هو كما ذكرنا بيئة زراعية جد رائعة وتشاهدونه الآن على شاشتكم إذن أصدقائي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو شكرا لكم لوفائكم دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة